نتابع النشرة لطالما كان تنسيق والتكامل هو عنوان نجاح أي عمل مؤسسي وضمان رئيسي لتحقيق كافة مستهدفاته من هذا المنطلق جاء تشكيل الحكومة الجديدة رفعا شعار التكامل بين الوزرات سواء بالتنسيق أو بالعمل ضمن مجموعات متخصصة وتعاون بناء ومثمر بين جاميع الوزرات في الحكومة الجديدة بما يعود بالنفع للمواطن المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له مستهدفات حددها الرئيس السيسي منذ تكليف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة وتصدرت أجندة عمل الحكومة منذ اليوم الأول وتحقيقا لتلك الغاية أعلن رئيس الوزراء تشكيل مجموعات وزارية متخصصة لاتخاذ عدد من القرارات أبرزها مجموعة للتنمية الصناعية وأخرى للتنمية البشرية كما سبق تلك الخطوة دمج عدد من الوزرات التي تشترك في بعض المهام بعد نجاح تلك التجربة في عدد من الدول بالعالم حيث أثبتت التجربة أن تقليص عدد الوزرات من خلال الدمج يحقق عددا من الأهداف أبرزها تقليل البيروقراطية بشكل أكبر كما يستهدف الدمج في الوزرات ذات الطبيعة الاقتصادية ارتفاع العائد على الاستثمار وسرعة وإنجاز المهام الموكلة وعدم تضارب المصالح مع تحقيق معيار أعلى بعمل الحقائب الوزارية في خلاقات متصلة وليست منفصلة لتحقيق البعد الاجتماعي والاقتصادي والقومي والأمني وسواء بالدمج أو بالمجموعات المتخصصة كلها طرق تؤدي لنفس الهدف الأسمى وهو التكامل الذي ينعكس بطبيعة الحال على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فعلى سبيل المثال وليس الحصر تسعى وزارة الاتصالات والتموين للتنصيق فيما بينهما لخدمة منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقية فبينما تختص التموين بإدارة المنظومة بشكل كامل بداية من تحديد المستحقين وصولا لتوفير الدعم بكافة أشكاله تستطيع وزارة الاتصالات تطويع تكنولوجيا المعلومات لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنقية قواعد البيانات عبر الرقمنة والاعتماد على الميكنة والحوكمة للوصول إلى مستحق الدعم باستخدام بيانات دقيقة مثال آخر يتجل فيه هدف التكامل من خلال أزمة الكهرباء حيث وجه رئيس الوزراء وزراء الكهرباء والمالية والبترول لمتابعة إجراءات حل المشكلة بشكل جزري وعاجل من خلال التنصيق فيما بينهما وتوزيع المهم وأعلاء قيمة التخصص لضمان نجاح الجهود هي إذن تجربة قديمة حديثة تعيد بها الدول ترتيب أوراقها من الداخل على أسس علمية تضمن تناغم الأدوار وحوكمة الإدارة في عصر الجمهورية الجديدة